الصادرات الجزائرية من النفط ومشتقاته نحو الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في الثلاثية الأول من السنة الجارية وفق بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وبحسب أرقام الوكالة الأمريكية فإن الصادرات الجزائرية من النفط الخام ومشتقاته قفزت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية وتشير البيانات إلى أن الجزائر صدرت للولايات المتحدة مليون ومائتين وسبعين ألف برميل من النفط الخام ومختلف المشتقات النفطية خلال شهر يناير الماضي وارتفعت الحصة المصدرة في فبراير إلى مليون وسبعمائة ألف برميل لتسجل تسعمائة وستين ألف برميل في شهر مارس وتؤشر هذه الأرقام على ارتفاع حجم الصادرات النفطية الجزائرية نحو الولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث قفزت بنحو ثلاثة وأربعين في المئة وعلى مدار السنة الماضية صدرت الجزائر أكثر من واحد وعشرين مليون برميل من النفط الخام نحو الولايات المتحدة وبالرغم من ارتفاعها إلا أنها تبقى دون الأرقام التي تم تسجيلها في 2018 حيث صدرت الجزائر أكثر من أربعة وستين مليون برميل من النفط نحو الولايات المتحدة قبل أن تنخفض في 2020 إلى مستويات لم تتجاوز ستة ملايين برميل بسبب جائحة كورونا ويقدر متوسط التصدير اليومي للجزائر من النفط بنحو مليون برميل يومياً وفق الحصة المحددة للجزائر من قبل منظمة أوبك غير أن غالبية صادراتها من هذه المادة تذهب نحو دول أوروبية وقررت الجزائر في بداية يونيو الجاري بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلاس تمديد خفضها الطوعي بـ 48 ألف برميل يومياً حتى نهاية سنة 2024 معنا من لوس أنجلس عبر خزبة سكايب حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا أهلا بك أستاذ صالحي إذن رغم كل الظروف التي تميز الآن السوق الدولية للنفط وخصوصا الظروف المحيطة بالجزائر وأوروبا المقصد الرئيسي لصادرات النفطية الجزائرية إلا أن هناك ارتفاع للوردات باتجاه الولايات المتحدة هل هناك قراءة أو تفسير لهذه الأرقام المتصاعدة؟ أولاً العلاقات الاقتصادية الأمريكية كانت دائماً في قيمة ممتازة بحيث أن الشراكة الأمريكية تعود إلى 2001 وتعتبر الجزائر علاقاتها مع الولايات المتحدة في هذا المجال بأنها استراتيجية ومشابه الجانب الآخر الذي ربما ينظر إليه ويعود عاملين أساسين هو التغييرات التي حصلت على الساحة القانونية والاستثمارية في الجزائر حيث هذا واضح للجزائرين اليوم أنه يجب التطرق للمشاكل البيروقراطية والإدارية وتغيير قانون الاستثمار خاصة بعد خروج عدد من الشركات من الجزائر بحكم تلك القوانين فبالتالي هذا عامل مهم العامل المرتبط بذلك هو الوضع الدولي الحرف في أوكرانيا وأيضا الحرف في أوكرانيا والمشاكل الاقتصادية التي تعاني بها العديد من الدول الأوروبية وأعطى هذا فرصة أيضا لرؤية الجزائر بأنها تريد أن تستغل هذه الفرصة لإيجاد براكة التي تعطي صورة لنفسها بأنها مركز الاستثمار من جانب وأيضا لزيادة الدخل القومي حتى تساهم في بناء الاقتصاد الوضعي في هذه الحالة أنت تحدثت عن وأثرت نقطة قانون الاستثمار في الجزائر هل تعتقد أنه هو العقبة الوحيدة أمام رفع مستوى التبادلات التجارية خصوصا في المحروقات ما بين الولايات المتحدة والجزائر في سببين آخرين حتى القيادة الجزائر يتحدث عليهم وهي البيروقراطية والإدارة الجزائرية هناك ما زالت عقلية لا تساهم في بناء اقتصاد في حل المشاكل في المشاكل البيروقراطية نظام الجزائري متمركز كل شيء يأتي من الجزائر العاصمة وأيضا الإدارة أيضا لها قوانين ما زالت لا تتجانس مع تطور القانون الاستثمار في الوقت سيأخذ وقت لكن ما رأيناه حتى على لسان رئيس الجمهورية أن مشكلة البيروقراطية والإدارة من أهم العراقية التي تواجهها الجزائر هناك شيء أخرى مرتبط بالواقع الاقتصادي الجزائري بالثقافة الاستثمارية في الجزائر كل هذا أيضا مرتبط القانون بوحده مهم تغيير القانون لكن يجب أن ترافقه لكن أعتقد أن الجزائر استغلت حقيقة هذه الظروف لتعزيز حصتها في السوق في مقابل ربما التزامتها مع منظمة أوبك بلاس بخفض المبيعات وخفض الإنتاج أكيد جدا الجزائر تنظر إلى هذه المرحلة هذه الزيادة في هذه المرحلة بأنها فرصة لها وهناك أكثر من ألف مشروع في الجزائر الجديد هناك نية الجزائر في الانضمام إلى منظمة البريكس وهذا يتطلب أن يكون اقتصادها بالدرجة التي تعلو إلى الشروط التي يضعها البريكس بالإضافة إذا تنظر الجزائر إلى الدخول في البريكس بأنها فرصة لتنمية الاقتصاد الوطني الفلسفة الجديدة التي نراها من هذا الطاقم هو الاهتمام الأكثر بكثير من ما رأينا في السابق بحاجيات المواطن في الفترات السابقة استعملت زيادات الدخل القومي عن طريق البترول في عهد الرئيس بومديين وكذلك شهد الرئيس بومديين كانت في بناء القاعدة الأساسية الطرق ومشابه في عهد الرئيس بوتفليقة المرة الثانية رأينا هذا الاستثمار أيضا يجري في البنية التحتية الرئيس تبول شكرا جزيلا لك أستاذ حمود صالح الحديث شيق معك لك الوقت دائم ونأسر العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا الله سلامك